موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عزائي مشاهدي قناة حلب اليوم ورحب بكم من مدينة عزاز في ريف حلب الشمال في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مجالسنا المحلية منذ عام تقريبا بدأ المجلس المحلي لمدينة عزاز بالتعاون مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني بإعادة ترميم وتزيين المدينة ماذا عن هذه المشاريع وعن طرق تنفيذها أستضيف هنا الأستاذ محمد حاج علي رئيس المجلس المحلي لمدينة عزاز والأستاذ محمد عمر مصطفى مدير المكتب الخدمي أهلا وسهلا بكم بداية مشاهدينا نتابع هذا الاستطلاع ومن ثم نعود إليكم شو رأيك وشو تنظيف طرقات وتجميلها بالأشجار وعلى هذا المشروع الحيوية المنطقة وبادة بإمكانكم رقم من فروج من نزال طبعا هو المشروع كتير حلو وكتير إيجابي خاصة أنه أزالوا مخلفات الحرب والأنقاض من الشوارع وصاروا يستبدلوهم في أشجار وحدائق طبعا هذا الشيء ريح نفسي المواطن مني وجر وصارنا نطلع أكيد ونبرك تحت الأشجار ونتنزه نطلع الأولاد يشوفوا الأشجار ويبركوا تحتهم ما مثل أولي مثل القصف والدمار وطبعا هذا الشيء يعود لاستقرار المنطقة أكيد أخي هذا الشيء أكيد يعني بعدما كانت المنطقة منطقة دمار وقتال هذا الشيء أعطاها حيوية وعطاها ترفيه للمنطقة فهذا مشروع كتير كويس وصار فيه نزال وصار فيه مناظر حلوة بالمدينة نعم أخي هو مشروع رائع مشروع ناجح لأن القمامة هو مرض والقمامة يعني أمراض بأمراض ويعني الله يقوينه على هالأمر هذا وبالنسبة لموضوع الأشجار حضارة وبتنقي الجو ومشروع كمان رائع وكويس كتير الله يعطيهم ألف عافية والله يعني الحمد لله مشروع كتير كويس ونشكر المجلس محلي عليه يعني بالريف بشكل عام يعني وأحيانا هاي الشغلات البسيطة بتكون مصدر تفاؤل للمواطن بتعرف انت نحنا كنا عايشين حالة حرب قوية والريف هنا ما ما تسنالوا يعيش هاي شغلات مثلا والحمد لله يعني هاي الأمور بتدل على أنه الحياة رجعت تتحسن ورجعت تكون أفضل إن شاء الله نتمنى لخير لقدام يكون أحسن وأحسن يعني والله هو مشروع كتير ناجح بالنسبة أنه كمنطقة كانت كلها تحربوا الدمار ويعني هي فكرة كتير إيجابية مرحبا بكم ضيفاي مجددا أهلا بساد محمد بديت حدثنا عن مشروع تشجير الطرقات في المدينة أخساس يعني بداية المشروع أنت بتقصد أو الفكرة يعني منذ أن كانت فكرة حتى أن أصبحت مشروع وواقعا بداية المشروع والفكرة كانت هي نتيجة تراكم الأوساخ وازدحام الشاحنات على المحلق الغربي والمحلق الجنوبي يعني بحيث يعني ما عد يمكن أن تمر سيارة صغيرة بناتهم والشاحنات طبعا جابت معها تراكم أوساخ كثيرة وطيم بفصل الشيطة يعني كان حتى تسكرت الطرقات هناك من الأخير فنحن كان عندنا حل أن ننقل الشاحنات حتى استحدثنا ساحة لبضع الشاحنات فيها على طريق ندى صوران نحن نقول له وفعلا بدأنا بنقل الشاحنات وبعد ما نقلنا الشاحنات فضل المكان وبغي تحته أوساخ كميات هائلة جدا يعني وقمنا على مراحل مرحلة أولى تنظيف الشوارع من الأوساخ والأطربي باعتبار بدأ فصل الصيف فأجباري بالشتر ما ممكن تعمل هالعمل هات فأجباري كان بفصل الصيف فبدأنا بتنظيف واستغرق الأمر أكتر من شهر لتنظيف الأطربي والأوساخ وبعد ما نشفت وبعد ما تنظفت صارت منطقة مكشوفة وفارغة ومنظرة يعني سيئ جدا يعني وهي مدخل البلد الأساسي مدخل الغربي هو مدخل باتجاه تركيا المعبر والمدخل باتجاه عفرين محاطق سيطرة البيدة يعني كم من الوقت استغرقتم في المشروع؟ مرحلة أولى التنظيف أكتر من شهر بدأت المرحلة الثانية بعدين كمان صرنا أكتر من خمسين يوم تقريبا بالضبط على موضوع جعنا رممنا حرف الطريق ووضعنا تراب أحمر وحفرنا وسكرنا الفتحات كان في أكتر من عشرين فتحة بقية فتحة واحدة نظامية طبعا تفاصيل هاي ممكن تفهمها من مكتب الخدمي بالضبط نعم نعم أنتقل إلى الأستاذ محمد عمر طبعا قبل البدء بتنفيذ المشروع هل جهزتم الطرقات ربما تعبيدها أو يعني إصلاحها على الأقل؟ بالنسبة لمشروع المحلق الطرقات كان كلها جاهزة يعني هو استراد رئيسي واصل من دوارنا ديب للدوار كبير هو عبارة عن واجه للبلد فبنسبة للطرقات كلها كانت جاهزة ما كان في عنا يعني في عنا مشكلة في الطرقات الرئيسية نعم المنصفات و... المنصفات نعم المنصفات هي المنصفات كان في المنصفات فيها خلل من بداية المحلق لنهايته في أكتر من خمسة عشر فتحة يعني صار فيه كل تجمع سكاني فاتح مقبل وفتحة بين الإستراد الذهاب والإياب فهذا أدى لحدوث كثير حوادث على الطريق هذا الرئيسي يعني يوميا في من ثلاث لأربع حوادث يوميا نحن بدأنا بالخطة بالترميم بحثنا على حجار رصيف أساسي ما وجدنا لا في المنطقة ولا في منطقة ولا من الجانب التركي عن طريق البلوك والعمار والترميم الزريقة يعني سكرنا كل الفتحات عفنا الفتحتين الرئيسيات لهن من أول إنشاء المحلق كانوا موجودات فتحتين الرئيسيات عفناهن وكل فتحات كانت فرعية مفتوحة سكرناها بالإضافة إلى تجميل المحلق نقل الأتربة والأوساخ وتعبير ومالئه بش اسمه بالفلحان الأحمر من بدايته إلى نهايته وضاف إلى شتل من الزرع تم جلبها من منطقة عفرين حوالي خمسمائة وخمسة هنا أريد أن أتحدث لك معك عن عدد الأشجار التي قمتم باستيرادها من أين وكم عددها؟ العدد الرئيسي سبعمائة سجرة بالعدد خمسمائة وخمسين نوع شماسي في نخيل حوالي أربعين في سربيس حوالي عشرين وحدة وفي كليل الجبل حوالي ميتين وخمسين سجرة تم توزيعها من بداية المحلق من دوار نديم إلى دوار كبير وتم جلبها منطقة عفري من قرية جنديرس بالتحديد لعدم وجودها ضمن مناطق مدينة المحلق ألا يوجد مشاتل هنا في الريف الشمالي أو في الريف حلب الشرقي؟ لا يوجد هذا العدد مشاتل لا يوجد هذا العدد يعني أكثر مشتلة هنا في يوم 50 مي تور نعم أنتم كمجلس محلي لماذا لا تعملون على هذا الأمر؟ يعني إنشاء مشاتل ربما لتزيين الريف بشكل عام إعزاز وضواحيها وربما الامتداد إلى مدن أخرى نعم هذه تسمى مشاريع تنموية لكن هذه تسمى بالنسبة لنا لها أولوية لكن ليس بالجانب الأول الأولوية في الجانب الأول كمجلس محلي هي توفير الظروف المعيشية للمواطن المياه، الطرقات، الصرف الصحي، النظافة، وتعبيد الطرقات في مرحلة أخرى هناك مشاريع مستقبل في المشتل في مشروع بيرين لما يتعزاز مشروع تنك هذه مشاريع تنموية نعم عليها ولكن ليست في الخطوة الأولى المدينة طبعا المشروع لا يتوقف فقط على زراعة الأشجار ماذا عن ثقايتها، الاعتناء بها، عن بخها بالمبيذات الحشرية وأيضا اقتلاع العشاب الضارة من حولها؟ نحن أولا نقلنا كل التربة السابقة، استبدأناها وحاليا مخصصين ورشة مؤلفة من ستة عمال وصهريج مياه خاص يوميا يقوم بالثقاية من البداية للنهاية ثلاث مرات يوميا بالإضافة نحن نمسك نقطة تم تدهين المنصف من البداية إلى النهاية مع تجميل الدوار الكبير في بعض هيك الرسمات التسكارية هي عبارة عن قلعة وبوابة هي من رموز المدينة الخاصة في مدينة الأساسية نعم، طيب مظاهر تجميل المدينة إعادة ترميم معالمية الأساسية لو تحدثنا بالتفصيل، بتفصيل أكبر عن عملكم في هذا المجال نحن حالياً نحن بالنسبة للدوارات الرئيسية الموجودة في مدينة الأساسية نعم، رأينا الدوار التبير وأيضاً بعض دوار مشفى النسائية الآن، أحد المتطوعين سيقومون بتزميل وتزين هذه الدوار وجعل منظر تاريخي، هو غصن زيتون مثلاً أو بارودة عليها غصن زيتون أو كتاب أو دلة، أي شيء يرمز المدينة في الإضافة إلى ثلاث دوارات على استرادة الرفعات، أيضاً سنقوم بتجميلة في المرحلة القادمة أيضاً كل دوار سنقوم بوضع رمز، رمز خاص في المدينة في عنا مشروع هو تجميل المحلقات أو المرصفات الداخل المدينة الاستراد مثلاً، الاستراد السوق التركي واستراد الجسر هذا سنقوم به بإذن الله في فترة القريبة نعم، طيب، ماذا عن إعادة ترميم الأماكن الأثرية هنا مثل السوق القديم وأيضاً المساجد القديمة؟ هل هناك للمجلس مشاريع خاصة بهذه الأماكن؟ بالنسبة للمساجد قامت المجلس بالتنسيق، طبعاً رئيس المجلس بالتنسيق بين الأوقاف في مدينة عزاز والأوقاف في الجانب التركي قاموا في ترميم جميع المساجد والجومع في مدينة عزاز نحن كمكتب خدمي حالياً عندنا مشروع ترميم السوق، السوق الأسري في مدينة عزاز لأنه سقف السوق يعني يحتاج إلى ترميم من بدايته لنهايته تم إرسال المشروع للجانب التركي ننتظر الرد وإن شاء الله موافق تقريباً كم كلفة هذه المشروع؟ كلفة المشروع؟ كلفة المشروع السقف التركي حوالي من 500 ألف تركي نعم 500 ألف تركي نعم دراسة؟ نعم أرسلنا دراسة نعم نحن كل مشروع نقوم به مدينة عزاز مع أي منظمة كانت أو جهة أو الحكومة التركية تقومون الدراسة تخرج من المجلس محلي فقط نعم أنتقل إلى الأستاذ محمد حاجعلي هناك موضوع هام وهو الطرق كما رأينا في الاستطلاع رغم شكر الأهالي للمجلس ولكن هنا الطرق المؤدية إلى مدينة عزاز جدا تعيسة ممكن القول ما ردك على هذا الأمر؟ في الحقيقة كل ما نطلب شيء نحن أول شيء نطلبه من أي جهة كانت ألزفت الأسفلت لأنه في المنطقة لدينا هنا مجاول أبدا ونضطر حصرا إما من عند النظام أو من عند الجانب التركي وطبع عند النظام لا يعطيك أسفلت هذا مشكلة ولا بيعك يا بيع حتى فمضطرين نحن نتعاون مع الأخوة الأتراك وصلنا معهم ثلاثة شهور تقريبا نحكي بموضوع الأسفلت وصار أكثر من ثلاثة كمان بالمؤخرا يعني وافقوا على إنشاء طرق سلسلة طرق تقريبا لمنطقة درع الفرات كلها يعني مو نشروع مو جاي إلى مدينة غير مدينة طبعا اجوا عملوا وكشف وصوروا هل طرف الشمالي والشرقي؟ لا بل طرف الشمالي طرف الشمالي حاليا الشرقي بشي صعوبة يمكن بوصول إليها فهنا حاليا بقصد الشمالي الباب عزاز جرابلوس الراعي طرق مارع سوران كله فنحن بالنسبة إنا العزاز أجوا وعملوا وكشف على المحلق اللي باتجاه من دوار نديم نقول له نحن طريق الجاي من تركيا باتجاهها طريق ندة طريق سوران هذه مرحلة ومرحلة الثانية داخل العزاز بعثنا أكثر من 90 نقطة ترقيع وأخذنا مساحاتهم والمكتب الهندسي والخدمي كله أخذ احصائيات مع الصور الفوتوغرافي وأرسلناها وأجت موافقة عليها إن شاء الله الأمر تم ولكن أمر وقت ورحنا حتى على المقالع اللي مشان يحطوا تحت الطرق يعني مثل البحث أو كذا إذا في شيء موجود عنا في الداخل هني بستخدموه إذا ما في شيء بالداخل بيجيبوه معهم من بره وأنا اللي معلوماتي عندي إنه 56 كيلومتر لدرع الفرات توفق عليه لكل درع الفرات يعني عزاز ممكن ينوب أربعة أو خمسة كيلومتر فقط الطرق العامة المؤدية إلى بعض المدن والقرى الأساسية كما نقول لا في طريق الرئيسي هذا 2 كيلومتر اللي بتعلق بين دوار نديم ودوار طريق صوران وداخل المدينة تقريبا نصف الثاني نصفين يعني داخل المدينة طلبنا رفعنا 80 نقطة يعني ممكن مترين ممكن أربعة ممكن نقطة عشر متار ممكن خمسين متر يعني حسب نحن صورنا كل الجور والحفر بالمدينة وطلبنا أن يصير فيها زفت فإن حسب الوضع رح يشتغلوا بس إن شاء الله رح يسعبدوا حتى نحن طلعنا للمناطق الثانية يعني نحن معهم تجاه صوران نحن معهم على تجاه طريق مارع طريق كفرة نعم طريق كفرة هنا أريد أن أتحدث عن طريق كفرة بالذات يعني كل أهالي الريث يتحدثون عن هذا الطريق بالذات لوعورته وكثرة الحفر الموجودة في الطريق ما هو الحل برأيك؟ رحنا على طريق كفرة حتى يعني كشفوا بالذات داخل كفرة هذا الطريق طوله أكثر من يعني 22 كم من داخل كفرة لأول كفرة طريق هنا كثير سيء بعده ممكن أنت ترمم جوار أو بقع معينة بس هذا الطريق كله محفور كله خاربان يعني على الخالص طيب هل سيكون هناك مشاريع ربما لا تأتي الموافق عليه من الجانب التركي أو من منظمات داعمة؟ هل المجلس المحلي لمدينة عزاز بالتعاون مع مجالس أخرى في المدن والقرى بإصلاح هذه الطرق على الأقل تقريبا؟ هل يوجد هناك هكذا مشروع؟ علما أننا على أبواب فصل الشتاء يعني بعد أسبوع أو أسبوعين إذا ما نشغل المشروع يعني راح لفصل الصيف ما في مشاريع مشترك متفق عليها بشكل مسبق ولكن نحن كل مجلس بحاول يخدم منطقته وإذا يعني خدم منطقة جنبه أو المكان الجنبه ما في أي مشكلة يعني يعني أنا رحت معهم على طريق كفرة رحت هاي مثلا من ناحية صوران بس ما عندي أي مشكلة يعني نحن طلبنا حتى طريق مارع طريق بقدي على مارع يعني بجلس أقول ما هي مديتي بس لا أنا باهتم فيه يعني فيه اتفاق أدبي أو أخلاقي يعني إذا بتحسن أنت تقدم خدمي لجراب له ثوين المشكلة يعني ما في مشكلة إن شاء الله بنسعر كمان وعم نشتغل نعم يعني ألا يوجد الآن مشاريع ولو كان ترميم على الأقل للشوارع الفرعية هنا داخل مدينة عزاز فقط يعني الوحل الأكربة هنا يعني تعلم ما سيحصل في فصل الشتاء ما هو مشاريع المجلس المحلي لهذا الأمر أخي من ست شهور نحن عم نقوم بترميم جوار داخل مدينة بالصبة بيتونية وعندي يعني هلأ إذا أحسن بفرجيك أكثر من مئة نقطة قاموا بصبة المكتب الخدمي والبلدية يعني عنها بمعدل حسب الإمكانيات كل ما منشوف عنا كل شهر يعني إمكانيات مثلا صب عشرة أو عشرين نقطة أو مقلة جورة يعني من صبة يعني أنا عندي صور بيعطيك إياه لأكثر من مئة نقطة تم صبة بس في عنا البلد يعني من قبل الثورة من قبل الثورة نظام أكثر من عشر سنوات لا أعمل قميص زفتي ولا صب ولا صلح جورة بمنطقتنا فهي المشاكل عمره خمسة عشر سنة يعني مو يوم يومين فنحن فيه إصلاح يعني بحث أطالعك وأفرجيك الجوار اللي تصلحت خلال الست شهور الماضي نحن إذا نلاقي معنا بالميزانية يعني فائض ممكن ألف دولار ممكن نحطها على صب الجوار أي شي بيفيض عنه من أي مكان منحطه بصب الجوار يعني هي أولوية عنه من بعد الشتير عفوا لا 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 نعم تقريبا كان بالمئة حل من هاي المشكلة داخل مدينة أزاز بالنسبة لأعمال قام فيها مجلس بيتونيا أكثر من أربعين بالمئة نعم أكثر وممكن أن نصف على رئيس مكتب الخدمي بيعرف دقة المعلومات أكثر مني بكتير طبعا أتطلع ومرور عليها فقط نعم الأستاذ محمد عمر بخصوص تجميل المدينة ما هي أبرز المشاكل التي واجهتكم خلال عملكم في المشاريع؟ أقول لك الصعوبات الرئيسية هي المال نحن كمكتب خدمي تنفيذي هي المال كمجلس محلي لأن أكثر من المنظمات لا تدعم المشاريع التجميلية في المدينة أقول لك في عندي أولويات في أولوية أني أدعم بيرمياه في أولوية أني أدعر كادر التنظيف كلفة تشغيلية ووقود جور عمال بس أنك تعطي مشروع تجميل للمحلق ليس شرط المحلق لأي شيء ما عنده بند أن يصرف لها كياب أقول لك في عندي أولويات أو فيه سيستم معين يشتغل عنه فنحن مشكلة المياه بالنسبة لتجميل المدينة فقط المياه لأنه تواجد عنا كادر تواجد عنا خبرات تواجد عنا يد عاملة كل شيء يتواجد عنا نعم طيب الآن تحدثت لي عن تمويل بعض المنظمات لمشاريع المياه والآبار هنا في مدينة علما أن مدينة عزاز معروف تقريبا منذ عشرين عام لا يوجد فيها مياه فقط كامبير لآلاف السكان هنا طيب ماذا يعمل المجلس المحلي لحل هذه المشكلة؟ مشكلة المياه حاليا نحن هي المشكلة المياه في مدينة عزاز يعني أكبر مني سنان يعني من ثلاثين أربعين سنان نحن في مجلس المحلي في مدينة عزاز لا يوجد مياه نهائية وحاليا في هذا الشهر حفرنا بيرين عمق قلبي 300 متر لا يوجد يومين نهاية فنحن اعتمدنا على القرى المجاورة لدينا آبار في مدينة معرين ثلاث آبار نغذي منهم قسم العصياني المدينة لدينا بيرين ناعيس كمان مطرف على طريق المعبر نغذي في المدينة وفي عنا سبع آبار مدينة جبرين تم اتفاق وضوع مذكرة تفاهم بيننا ومجلس جبرين لأنه هو مجلس فقير صراحة ماديا ومعنويا يعني فقير فتم ويوضع مذكرة تفاهم نعم مجلس مدينة جبرين كالجبرين عفوا قرية صغيرة هي ملحقة بمدينة عزاز؟ هي تابعة لمدينة عزاز إداريا والآبار المحفورة في مدينة جبرين في ناعزمان النظام هي آبار مشتركة لعزاز وجبرين فنحن كمجلس محلي عن طريق منظمة البيئة تم دعم الآبار وتشغيلها للجبرين وأعزاز هي 6 آبار حاليا المدينة تسقى حوالي 40% الشبكة وضعها جيد ليس ممتاز جيد نتيجة عدم استجرال المياه منذ فترة في بعض الأعطال نتداركة نعم نتيجة القصف وجزاء حاليا نحن لدينا الحل الرئيسي نحفر آبار ونبحث عن مصدر مياه جديد عن طريق الحكومة التركية من نظمة الآفات قلت لك في مدينة عزاز ملائنة ولا حاجة طيب هنا لماذا لا يتم استجرار المياه من مدينة جرابلوس من نهر الفرار إلى هذه المدن والقرى تم إرسال مشروع مشترك يضمن كافة منطقة درع الفرار نحن أرسلنا هذا المشروع مشترك كافة منطقة درع الفرار لأنه يستجر من درع الفرار مثلا أنا أقول عمد نتيجة العزاز فبدي يعدي على 200 قرية ومدينة مدينة فهل من ممكن أن يعدي هذا الخط وما تنسق هذه المدن والقرى؟ لكن هذا مشروع ضخم جدا نحن أصلنا نسخة عنه لكافة المنظمات وللحكومة التركية ننتظر أراد لا يستطيع أي مجلس محلي حتى لو تم التوافق مع كل المجالس تنفيذ مثل هيك مشروع أنه كلفته بارغة جدا نعم ما هو تقريبا بالعودة إلى تزيين الطرقات والمشاريع التي قمتم بها؟ عدد الأشخاص الذين عملوا في هذا المشروع يعني خلال الأشهر الماضية؟ فائم على المشروع أربعين عامل وعشرة هم موظفين وإدارين كل شخصان مسؤولين عن مرشة عمل يعني تم المشروع له مراحل نعم نقل التراب والفلحان الأحمر بعدين المرحلة الثانية العمار المرحلة الثالثة للتنظيف وتدهين المنصف المرحلة الرابعة هي تجميل الدوار وهو عمل مشترك من كافة المكاتل المجلس المحلي الزراعة التنفيذي هو المكتب الخدمي لكن يتم بالتنسيق مع كافة المجالس مع كافة المكاتل نعم هنا التنسيق مع المجالس المحلية أستاذ محمد حاج علي يعني هناك في بعض القرى ملحقة في مدينة عزاز أو تابعة لمدينة عزاز هل المجلس المحلي يقوم بتنفيذ بعض المشاريع في هذه القرى؟ بالحقيقة نعم هذه ممكن ساعة مثل جبرين نحن كفر كالبين في عنا مثلا استجمع مجالس في قرية السلامة سجو لا ننسق معهم طبعا قدر الإمكانيات وفق الإمكانيات هذولة نعتبر حالنا ملزمين نحن فيهم يعني إذا لزمهم نتراكس نعطيهم إذا لزمهم نقالية جرار يعني ما في مشكلات في تنسيق جيد يعني حتى أكثر تنسيقات في الناحية الإغاثية وموضوع الطحين يعني نحن بيأخذ المورد الرئيسي للطحين هل هناك يعني ذكرت لي تعاون هل هناك تعاون أيضا مع منظمات مجتمع مدني أو جمعيات خيرية عاملة هنا في الشمال السوري لتغطيط بعض المشاريع إن كانت إغاثية أو خدمية نعم فيه مثلا من ناحية الإغاثية ممكن لعنا منظمات فيه الورد فيجين والإحسان هنا يمكن طبعا الأفاد التركية والإيهاها نعم نقول هذول شقهم الأساسي هذول شقهم الإغاثي هن الأساس الورد فيجين من ناحية الخدمية يعني جيدة ممكن حتى في منظمات تانية تعرفها بدقة من الأستاذ محمد عمر بس من ناحية المشاريع الأخيرة نفذناها تقريبا كل الأعمال تقريبا 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 المجلس نفذها لوحده بالتعاون مع جانب تركي من ناحية الإسفلت بالتعاون من ناحية جانب تركي من ناحية الآليات نقدمونا الأخي الأتراك إداعش آلية يعني ثلاثة تركسات خمس شاحنات آليتين خدميات يعني هذول كان لهم دور كبير للعمل بس في منظمة في الورد بقدم ماظوت على ما أظن يعني بعرفه وفي صرف صحي عاب يقوموا فيه حاليا نفذوا أول مشروع وفي مشروع تاني عاب ينفذوا حاليا الورد كما الورد فيجين يعني فما في أي مشكلة نحن مع أي شخص أو أي منظمة أو أي هيئة بتساعد نتعاون بكل دقة وكل حرافية إن شاء الله وأكثر الأعمال الحاليا منفذة الأخيرة الأساس فيها كانت المجلس في ناحية تجميل الدوار الزرع الأشجار كلها المجلس نفذوا نعم ختاما أستاذ محمد عمر لو تحدثنا عن أبرز مشاريع المجلس مستقبلا مستقبلا يعني بعد ستة السهور بعد ثلاثة شهور تمام حاليا نحن بعد تجهيز مشروع تعبيد الطرق الزفت قمنا نحن مع منظمة والدفجين في عملية صيانة للصرف الصحي لما ممكن أن تعب الطريقة أو زفت الشارع بعدين تالي يوم أو تالي جمعة أو تالي جمعة تتجع تساوي صيانة للصرف الصحي فنحن أولوياتنا حاليا تنفيذ وتعزيل الصرف الصحي في مدية عزاز في حال أجزفت لأي شارع تم ترميمه ما ينعاد فتحه سواء صرف صحي أو تمديد مياه جديد الشارع المهم خدم بالمياه حتى لو لا يوجد مياه يتصاله عم مدد له مياه في حيث أنه لا يرجع بعد فترة قريبة إذا أجزفت أنه يتعطل الطريق حاليا المشاريع التي نعملها هي مشاريع التجميلية قلت لك المحلق والدوارات الجاهزة مشاريع الصرف الصحي التي نعملها في عنا مشروع مياه هذا مستقبل يحفر حاليا أبار مياه جديدة عن طريق الأفاد لتغذية المدينة بشكل كامل إذا وصلنا نسبة 80% فهذا ممتاز هي نسبة عجز عنها النظام سابقا تغذية المدينة في المياه في عنا مشروع طاقة شمسية انتهى من ثلاثة أيام مدعوم منظمة برنامج الإقليمي 350 نقطة في المدينة المشاريع المستقبلي قلت لك نحن التعبيد والطرق والمياه هدول أكثر أولويات حاليا عنا بالنسبة لكم كمكتب خدمي نعم نهاية أشكركم أضيفاي الأستاذ محمد حاج علي رئيس المجلس المحلي لمدينة عزاز وأيضا الأستاذ محمد عمر مصطفى رئيس أو مدير المكتب الخدمي في المجلس المحلي وأشكركم مشاهدين على حسن المتابعة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر